انتعرف ان في النسخة موازية من قصة روبانزل روبانزل كان بتموت الناس بشعرها مش بتشفيهم ولون شعرها كان فضي مش دهبي والقصة الكاملة اللي انت هتسمحها مليانة تفاصيل مرعبة وحاجات ما تنفعش للاطفال القصة اللي انا احكي لك النهاردة بتاعت روبانزل هي من كتاب اسمه At Once Was Mine ودي بقى مجموعة كتب كاملة اصدرتها شركة ديزني وانا اتصدمت لما انا قررتها لان النسخة ديات هي نسخة موازية للفيلم اللي احنا تفرجنا عليه ولكن بيكون اكثر سودوية وموجهة اكتر للكبار مش للاطفال ولو انت حابب تبصى على مجموعة القصص دي بنفسك هي السلسلة بعنوان Twisted Fairy Tales وديزني اصدرت مجموعة كبيرة منها قصتنا بتبدأ بنفس بداية الفيلم الملكة بتمرت بمرض صعب جدا علاجه فبتطلب من الجنود بتوحها ان هم يروحوا يجيبوا الوردة بتاعت الشفة اللي هي كان اسمها وردة الشمس ولكن للأسف الجنود بيتلغبطوا وبيجيبوا لها بقى وردة اسمها وردة الامر واللي كانوا ميعرفوش ان وردة الامر هي تقريبا عكس وردة الشمس تماما روبانزل بعدها لما بتتولد بيكون شعرها لون سيلفر لون فضي في البداية الملك والملكة بيفكروا موضوع موضوع عادي ولكن بعد كده بيكتشفوا كارسة لان اثناء ما واحدة من الخدم كان بتسرح شعر الطفلة اللي يا روبانزل فجأة الخدامة وقعت ميتة بسبب انها لمست الشعر الفضي بتاع روبانزل اهلها وقتها ما بيكونش فاهمين اللي حصل لكنهم بيكونوا مرعوبين من انها تقتل حد تاني او ان الخبر يسرب للمملكة وكله يعرف بان بنتهم بتموت الناس وبيكونوا مفكرين ان هي ممسوسة او جواها سحر اسود هو المتسبب في الاول ملعونة بتاعتها فبيقرروا ان هم هيستعينوا بواحدة من السحرات الموجودين في المملكة فبيستعينوا بواحدة سماع جاصل وهي دي نفس السحرة اللي كانت موجودة في الفيلم اللي خطفت روبانزل فلما بيجيبوها بتقولهم ان بنتكم ملاش علاج وان الاحسن لها ان هي تاخدها وتخبيها بدل ما الناس الموجودين في البلد يقتلوها الاب والام فعلا بيوافقوا ان هي تاخدها وبتوعدوا من ان هي اتعامل بنتهم احسن معاملة لكن طبعا الكلام ده بيحصلش جوسل بتاخدها البرج بعيد جدا في الغابة وبتقعد فيه هي وروبانزل والكلام ده حصل وروبانزل لسه رضيعة الملك والملكة كانوا بيحبوها وكانوا بيبعاتوا دائما لروبانزل هداية ولكن جوسل كان بتاخد الهداية وترميها وعمرها ما بتديها الروبانزل ولما كبرت روبانزل شوية قالت لا ان هي بسبب شعرها السحري قتلت امها وابوها وقت ولادتها فكانت محسسها روبانزل بالزم روبانزل بعدها تفضل لمدة 19 سنة محبوسة في البرج وعندها اعتقاد انها قتلت اهلها وكانت كل سنة في عيد ملدها بتشوف المصابيح اللي ابوها واماها بيطلعوها في السماء كانت حاسة انها متعلقة بيها ونفسها تروح عشان تشوفها لكنها ما كانتش عارفة السبب وطبعا لما طالبت من امها جوسل انها تروح لمصابيح رفضت ومنعتها انها حتى تخرج براب بورج في الفترة دي بقى جوسل كان بتعمل حاجة مريبة جدا وهي انها بتخرج كتير بشكل اكتر من اللازم من بورج وكانت تقول لروبانزل انها بتروح طراع المزرعة لجنبهم لكن الحقيقة غير كده لان جوسل كان بتروح لمجموعة من الناس الاغنية وكانت بتعرض عليهم انها تبع لهم ربانزل بسعر كبير جدا واكتر واحدة كانت مهتمة بالنهاية تشتري ربانزل هي واحدة اسمها السيدة باثري ولما انا بقى بحثت ودورت كويس لقيت ان في واحدة برضو اسمها إليثة باثري وازن منكوا عارفين قصتها كانت بتجيب البنات الصغيرين الشباب وتقتلهم وتشرب من دمهم اعتقادا منها ان ده يخليها تفضل شباب وهيحافظ علي الجمال بتاعها فالست بقى ده كانت عايزة ربانزل عشان تستغلها وتقتل بها اعداءها في نفس الوقت ده كانت ربانزل موجودة في البرج واسناها ما هي بتبص من الشباك بتشوف واحد بيحارب مجموعة من الرجالة بيقدر ان هو ينتصر عليهم كلهم وبيهرب منهم لوحده الشاب ده كان فلين رايدر اللي احنا شفناه في الفيلم ربانزل وقتها الموضوع بيطلع في دماغها ان هي تخليه ساعدها في الهروب بسبب المهارات اللي هي شفتها عنده وفعلا بتجمع عغراطها او الحجاب بتاعتها وبتنزل من البرج باستخدام شعرها وبتبدأ بقى انها تدور على فلين رايدر وفي الوقت ده بتكون امها جوثل جاية عشان تاخدها للسيدة باسري اللي انا حكيت لك عليها ايه بقى اللي هيحصل ده اللي انا هرقولك في الحلقة الجاية ان شاء الله فعمل لايك ومتابع عشان ما تفوتكش بإذن الله